مع بداية شهر أيارة من كل عام يجني المزارعون ثمرة الجانرك في الشمال السوري لكن هذه الثمرة في منطقة بكفلاء الواقعة على النهر الأبيض بريف إدلب ليست على ما يرام حيث انخفضت كمية الإنتاج هنا بنسبة 70% مقارنة بالعوام السابقة وذلك بسبب موجات السقيع التي تزامنت مع فترة عقد الأزهار مما أدى إلى تلف معظمها كانت الشتوي قاسي جدا جدا يعني قاسي بشكل وموجة السقيع التي أجت خلالها العشرة أيام يعني أسرت على السجري كلها وأسقع ما خلت سجر يعني لا في الجرانيك لا بالخاخ لا بالتوت لا بالأنجدينيا يعني أسقع بشكل مفاجئ وتقريبا رح يلحق الموسم يعني يعني رح يلحق الموسم فالكميات التي كنا نحوشها يعني مثلا هاي السر كانت تحوشها مثلا 200 كيلو ولا 300 كيلو يعني هلأ ما بتحوش شيء 40 كيلو أو 50 كيلو يعني كنا نحوش مثلا كميات منيحة بالنسبة للجرانيك يعني هلأ ما بقى بتحوشه الربع ما بقى بتحوشه المزارعون هنا يقولون أن جميع مواسمهم تضررت وخاصة اللوزيات والتي من أهم أصنافها ثمرة الجنرك إلى جانب الحمضيات والتي هي الأخرى ليست في أفضل حالاتها حيث يبذل المزارع قصار جهده في خدمة أرضه ويدفع تكاليف باهظة من الفلاحة والسقاية والأدوية والأسمدة وصولا إلى تكاليف جني المحصول والتي قد لا يحتاجها هذا العام لأن المحصول ضعيف جدا كل شيء غالي استماد الفلاحة في كله تكريف كله بالدين أشمع اللحق لا اللحق انضربت المواسم هاي هانا كمان الفلاحة والسقاية عم نسحب من هالمنطب عندهم ما بتوفي حتى عم نول كان في بس ما في تصديره برا يقول ليك أننا عم نحاول تتركه وراءنا عم نول أحسن من هالسني يجب أن نول صار موسام بس ما في تصدير يعني قد تؤثر العوامل المناخية على مردود المحاصيل الزراعية لكنها ليست مشكلة الوحيدة كما يقول المزارعون فهناك مشكلات أخرى تتعلق بعدم تصدير منتجات وانخفاض أسعار أخرى إلى جانب ارتفاع تكاليف العناية بالأشجار شتاء قاسم مر على الأهالي وأشجارهم حيث تزامنت موجات سقيعه مع موعد إزهار ثمرة الجانرك مما تسبب بتلفها وانخفاض نسب المحصول الذي ينتظره المزارعون عاما كاملا كما ينتظرون الآن تعويضا زراعيا ولفتة من قبل الجهات المعنية ونرحاج تلفزيون سوريا ريفو إدلب الغربي